لدى مختلف دول العالم توفر مواقع الطمر الصحي إجراءا مثاليا للتخلص من أكوام النفايات التي تفرزها المدن أما في العراق فقد تحولت مواقع الطمر هذه إلى مصدر من مصادر جذب الأمراض والاختناق لسكان الأحياء القريبة من هذه المواقع فالحرق المتواصل للنفايات يسبب اختناقا يوميا خصوصا في أوقات الليل لسكان الأحياء القريبة عندما تحرق هذه النفايات لا يفهمون بأن هناك هذا ثاني أكسيدي كاربون الذي ينتشر في المنطقة وهناك مجموعة كبيرة من الناس لديهم ربو وهذا الربو مما يغلق الحالة التنفسية لدى الأشخاص نعاني كثيرا سببها يجون هدول جماعة الستوتات اللي خارج البلدية الدوائرات يصير وراء الجدار مباشرة ويحرق ويطير شرار وين؟ على يمين؟ على الزبالة ويسبب حرائق أمانة بغداد تؤكد من جهتها رفع سابعة أطنان من النفايات بشكل يومي وتقول أنها لا تتحمل وحدها عملية حرق النفايات وهي تلقي بالمسؤولية على أشخاص يقومون بحرق الأسلاك النحاسية قرب مواقع تجميع النفايات للحصول على مادة النحاس ما يهدد بحصول حرائق تابعة معها أدخنة سامة أمانة بغداد تقوم بإجراءاتها ومحاسبة هؤلاء الناس وحتى الأماكن الطمرة التي يحجز فيها مثل هكذا حرائق توجد منافذ ما وتوجد سيارات خاصة لإطفاء أي حرائق بهذه الأماكن لكن بالتأكيد السبب دخان والسبب ضرر وهذا ممنوع ومرفوض تسع محطات تحويلية توجد في عموم العاصمة تجمع فيها نفايات بغداد أغلبها وسط الأحياء السكنية وهي تعد بمثابة داء قاتل يحمل موتا بطيئا أعداد لا تحصى من الأمراض تنقلها هذه المواقع بمجرد وجودها قرب الأحياء السكنية أما الغازات السامة المنبعثة منها فهي قصة أكبر تحتاج لحلول عاجلة بحسب سكان الأحياء القريبة من هذه المواقع حيدر الأسد سكاي نيوز عربية بغداد